يهلا بحضركم حلقة جديدة من رقم 10 والنادي الاهلي اليوم يحقق فوز كبير على فاركه في الدوري 4-1 فوز الاهلي النهاردة كان فوز مهم ليه مهم جدا بعد الخسارة من سان داونز في القاهرة كان لازم النادي الاهلي يرجع بسرعة كان لازم الاهلي يعمل مباراة كبيرة كان لازم الاهلي يعمل مباراة هجوميا ودفاعيا تبقى مباراة محترمة ده الاهلي عمله النهاردة الاهلي عمل مباراة كبيرة جدا قدام فاركه وقدر يكسب ربعية حسم المباراة تقريبا بالاهداف اللي قدام حلقة مديرت في اول ربع ساعة من الشوت الاول يعني اول ما دخل المباراة قال لا اهلت ادل اتنين كده وقال لا اهلت انا مخسرش على ملعابي من سان داونز ويبدل النتائج مهتزة وخش في مرحلة صعبة قدر بسرعة يرجع قدر بسرعة يلملم اوراقه عمل مباراة كبيرة النهاردة جدا قدام فاركه انا سمعت تصريحات الكابتن الكبير كابتن مجدد عبدالعاطي وهو مدرب كبير ورائع جدا بس الدفاع المتقدم اللي لعب به النهاردة في خطة 3-4-3 اللي لعب بها النهاردة اللي كانت في بعض الاحيان بتبقى 3-5-2 الخطة اللي لعب بها النهاردة كان فيها دفاع متقدم ادل الاهلي يستغله في اول ربع ساعة ويستغله اخطاء دفاعية ومساحات كبيرة جدا قدر يستغلها بشكل رائع جدا كابتن مجدد عبدالعاطي اكيد كان هدفه التكتيكي من هذه الفكرة انه يضغط على مهاجمي وسط الملعب بتوع الاهلي يخلي محمد شريف يتراجع يخلي ميكيسوني يتراجع يخلي محمد مجدد أفشا يتراجع فكر بالطريقة دي بس الطريقة دي ما نكحدش في الشوت الأول عشان كده الاهلي قدر يحسمه بدري بدري قدر يحسم المباراة بدري بدري حتى مع هدف تديق الفارق اللي فارقه الامور كانت حسمت ليه النادي الاهلي وعشان كده الاهلي قدر يسجل هدف رابع في الوقف اللحظات الأخيرة لحسين الشحات الاهلي النهاردة تكتيكيا رائع فنيا رائع لعبين على المستوى الفردي كانوا رائعين جدا بس دايما بسأل نفسي السؤال مش على الاهلي بس على الاهلي والزمالك وبراميزو فارقه وكل الفرق لو انت عندك الفرصة انك تسجل أهداف كتير وتعمل مباراة رائعة اعمل ده زي ما فرق أوروبا بتعمل انت نازل لقيت المساحة موجودة والفرصة موجودة انك تعمل نتيجة كبيرة اعمل نتيجة كبيرة مش بقول ان فارقه يستحق نتيجة كبيرة عشان فارقه على فكرة عنده لعبين رائعين واكتهدوا النهاردة هي زي ما قلت لكم تفاصيل فنية هي اللي خلصت المباراة في الربع ساعة الاولى بس بقول كده على كل الفرقه حتى فارقه لو عنده الفرصة انه يكسب ستة في اي مباراة يكسب ستة يكسب سبعة يكسب يكسب اعملوا نتيجة كبيرة جماعة هجموا طول الوقت بلاش الاداء بتاع انه هدف اتنين تلاتة خلاص انا كده ضمنت المباراة اريح اريح من كام يوم كان الليفر بول عنده مباراة مع ليدزي ينايتد في الدورة الانجليزي كان الليفر عنده قبلها مباراة في تشامز ليج عنده مباراة بعدها مع تشيلسي في نهاية كأس رابطة المحترفين عنده مباراة بعد كام يوم في دورة ابطال اوروبا ونزل اللاعب ليدزي بمنتهى القوة وكسب ستة الفكرة من تالتي دي بس دايما بس اقالوا ما كنتش عايز يعني مش هدف النهاردة ان الاهل يكسب ستة ولا يكسب او ما يكسبش او يتعادل مش هدي الفكرة الفكرة ان اللاعب المصري يبقى عنده التفكير ده اكسب لو تقدر تكسب كتير بس بالمناسبة الاهلي النهاردة ضيع فرص كتير برضو ضيع فرص كتير النجاعة الهجومية كانت موجودة في الشوت الاول الشوت التاني كان فيه فرص سهلة جدا بالضيع من النادي الاهلي تحديدا من بيرستاو اللي لسه مرجعش من الاصابة بشكل قوي جدا يعني بعد الاصابة مرجعش هو بيرستاو حتى الان هو صحيح خد جزء قليل من مباراة سانداونز وخد النهاردة فيه مباراة فاركو بس لسه مرجعش بشكل كبير بشكل رائع وهو اللاعب اللي بيبني عليه موسماني اشياء كثيرة جدا هجوميا ترجمة نانسي قنقر